محمد صلاح ده بتاعنا محمد صلاح ده مننا محمد صلاح ده اللي بيشرفنا محمد صلاح ده لما هيتقال قائمة من عزماء هذه البلد تاريخيا أكيد محمد صلاح في هذه القائمة محمد صلاح ده نسنده وندعمه نقول له أنت غلطانه وقال له صلاح ده صلاح متعملش كده تاني بس مش اللي هو أنا شفت ناسي النهارده عشان بتاني في محمد صلاح ده أنا شفت ناس أنا آسف يعني أنا مش عايز أغلط عشان اسمي أساقة الحد بس ناس ما عندهاش أخلاق أحسن يا ربي يحصل فيك أكتر من كده يا ربي تطلع شكلك أوحش من كده عشان تسيب منتخم مصر وتبيع منتخم مصر عشان مش عارف يحصل فيك إيه يا ابني إيه يا سيدي إيه يا حبيبي صلاح ده عمره ما بيع منتخم مصر ولا هيبيع منتخم مصر صلاح على مدار عشر سنوات ماضية هو أكتر لاعب سجل مع منتخم مصر أكتر لاعب شارك في الموريات مع منتخم مصر أنتو بتجيبوا الكلام ده منين اللي بيعمل كده مع كامل الاحترام ليه سواء بقى لاعب سابق سواء محلل سواء مزيع سواء مشجع عادي هو عنده مشكلة نفسية مع محمد صلاح ليه مشكلتك وحلها بس صراحة ده هنفضل فخورين به للأبد إحنا الجيل اللي هنقول إحنا عيشنا مع محمد صلاح إنجازاته وعظمته في ناس تانية هتقول يا بختكم اللي جاء اللي بعدين إنتو شفتوا محمد إحنا بنسمع عنه إحنا بنقرأ في التاريخ بس عنه لكن إنتو عشتوا مع محمد صلاح وبالمناسبة وده كان رائع قبل كده قلته بس النهار ده مسبب الحكاية اللي بين الكابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر ومحمد صلاح قلت وقتها إنه الكابتن حسام حسن مش عيب أبدا كمدير فني المنتخب مصر كواحد من أساطير كرة القدم المصرية يقول أنا مسافر بكرة لندن أنا هعود مع محمد صلاح وافهم إيه مشكله مع المنتخب وإيه مشكله مع الكرة وإيه مشكله معنا شخصيا ونقعد نحل وأقوله أنت غلطان وهو يقوله أنت قلت عني كذا ويخلص الحوار أنا بصراحة شديدة وهتبقى حركة بمليون جنيه وهتبقى حركة تاريخية من الكابتن حسام حسن ومحمد صلاح يمر بأسوأ أسوأ 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 أيام حياته في الكرة دلوقتي أنا بكرة مسافر لمحمد صلاح أدعم محمد صلاح في الظروف اللي هو عايشها دي شوف بقى ما تتكلمش عن مشكلة عشان برضو بممكن السيغة تتصاغي إزاي إيه لحد أحسام حسن ضايح يتحايل على محمد صلاح عشان يجي المنتخب لا حط دي على جنب حط المشكلة أسر بتاعت المنتخب دي على جنب أنت رايح كأسطورة لكرت القدم المصرية أحسام حسن رايح لأسطورة لكرت القدم المصرية محمد صلاح يقعد يدعمه ويسنده ويقول له إحنا منتخب مصري معاك أنا مدرب منتخب مصري معاك جماهيل المصرية معاك أنت غلط بس مش نهاية العالم تاني أشوف أنا عمالك وردها ليه عشان أنت أنا بتكلم بنفعل دلوقتي على محمد صلاح وإزاي ندعمه هتقول له أنت أنت النهاردة بدافع لمحمد صلاح محمد صلاح غلط بس أنا حسيت النهاردة أن في ناس لما صدقت مسجد غلطة على محمد صلاح مع محمد صلاح اللي دايما يتحدث عن العقلية اللعب المحترف اللعب اللي بقاله هو حوالي 12 سنة في أوروبا 12 سنة ما عندوش غلطة ففي غلطة حصلت إيه الحق هدي يا عم اللي بيقولك العقل هي آه ماش كلنا بنغلط في شغلنا كلنا عندنا لحظات انفعال كلنا عندنا لحظات نرفزة وبنندم عليها وبنقول إحنا غلطانين بس إنك تقول إن محمد صلاح مش لعب عظيم مش لعب أسطورة تشمت فيه تبقى إنسان منقوس بس يعني محمد صلاح أجماعة أكسم بالله أنا هنبحلق أما في العادي محلفش على الهواء بس إحنا هنيجي بعد سنة سنتين ونقول ولا يوم من أيامك صلاح فين أيام صلاح إحنا نبقاش عندنا صلاح تاني ليه هنرجع تاني نفرح مع كامل الاحترام والله لكل المحترفين اللي جنب في تاريخ مصر بس هنيجي نفرح تاني بلاعب جاب جول في الدولة التركي جاب جول في الدولة الدنماركي جاب جول في الدولة اليوناني إحنا عندنا واحد من أحسن لعبة العالم أعتقد وأتصور أن محمد صلاح مشكلته هتتحل خلال 48 ساعة ما يورنكروب والأمور هتبقى عادية تصوري يعني يورنكروب كان زاكي جدا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن المشكلة تحلت خلاص في قط اللبس محمد صلاح ما كانش زاكي قوي هو طالع في الميكسيت زون أو في المنطقة بتاعت الصحفيين وبيقول إنه هتولع يعني مش عايزة تتكلم عشان ما تولعش ده من الزكاء واضح إنه متعصب واضح إنه هو خارج شخصية محمد صلاح عشان دي مش شخصية محمد صلاح محمد صلاح هادي ولا يتحدث كمان وهو متعصب لا يتحدث هادي اللقطة فأنت بتتكلم إنه إحنا في مشهد ينتهي خلال 48 ساعة المهم إحنا كمصريين أنا نفسي أخش على السوشيال ميديا ألاقي على تويتر كده في مصريين بيقوم ما بيدفع على محمد صلاح ويقول لعب عظيم وما بيقول لعب كبير وأنا محب محمد صلاح فيه ناس بتعمل كده برضو بصراحة يعني بس فيه ناس تانية شمتانة يا أخي يا أخي ده إحنا يعني بنتنشأ على واحد زي محمد صلاح ده في أي مجال في حياتنا مش بس في الرياضة شكرا